بيان وزاري ثلاثي ألقى حجراً في مياه الشرعية الراكدة منذ فترة ليست بالقصيرة البيان الذي وقعه نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني دعا إلى تشكيل جبهة وطنية لإنقاذ كيان الجمهورية اليمنية ومواجهة انقلاب الحوثي في صنعاء والانتقال في عدن كما طالب بإنهاء دور الإمارات في اليمن وملاحقتها دولياً على جرائمها بحق اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية مكان وتوقيت البيان حمل معهما دلالة ليست بالهينة البيان أعلن من القاهرة وهو ما قد يعني احتجاجاً ضمنياً على دور الرياض الذي أصبح مكبلاً للشرعية لا داعماً لها يؤيد ذلك ما جاء في نص البيان الذي دعا إلى تطوير أسس الشراكة مع المملكة السعودية الأمر الذي يعني أن العلاقة ليست على ما يرام أما التوقيت فيأتي في ظل إعلان الرياض التمسك بدور الإمارات في اليمن رغم إعلان الحكومة اليمنية أمام العالم أن الإمارات أصبحت دولة معتدية في اليمن البيان لاقى صدراً رسمياً وشعبياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي واكب دعوة البيان ودعا إلى مؤتمر وطني يلتزم بالمرجعيات ويحدد برنامجاً وطنياً لإنقاذ البلد البيان الوزاري تجاه على ذكر رئيس الجمهورية ومراقبون يفسرون ذلك بأنه اتهام للرئيس هادي بالفشل ودعوة لتجاوز هادي وتشكيل حركة تصحيح وطنية تتدارك ما يمكن تداركه في ظل استمرار صمت هادي تجاه مشاريع التمزيق التي يرعاها التحالف يبدو بيان الوزراء اليوم خروجاً عن صمت الرئيس هادي وانحراف أهداف الرياض في اليمن ما يعني أن الدعوة ستواجه كلفة عالية على المستوى السياسي والإقليمي وربما القانوني لكن أبرز نقاط قوتها هو أنها عبرت عن يأس اليمنيين من أداء الشرعية ورغبتهم في مغادرة مربع الصمت والارتهان باتجاه مواقف وطنية حازمة إزاء ما يراد للبلد من مشاريع الفوضى المحلية والإقليمية